موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا صدق الله العلي العظيم قبل الحديث عن شخصية ذي القرنين لابد من إعطاء منهج واضح ومتكامل عن دراسة الشخصيات القرآنية كيف يستطيع الباحث أن يدرس الشخصية القرآنية سواء كانت هذه الشخصية القرآنية على مستوى خط الإصلاح اللي يمثلها الأنبياء والأولياء والأوصياء أو على مستوى خط الإنحراف اللي يمثلها الظلام والطغاة والحكام في كثير من الأحيان تارة الباحث القرآني يركز بحثه على دراسة الأعمال التي قامت بها الشخصية القرآنية سواء كانت في طرف الإصلاح أو في طرف الإنحراف هذه الأعمال يسلط عليها الباحث القرآني دراسة تختص هذه الدراسات بالدراسات الاجتماعية وهذا الجانب غير منظور في دراستنا لشخصية ذي القرنين وخصوصا نحن نتحدث عن وصايا هذا الرجل الخالدة التي تركها للتأريخ وأخرى يركز الباحث القرآني دراسته عن الشخصية القرآنية حول الصفات النفسية والجسمانية لهذه الشخصية القرآن تحدث عن شخصيات قرآنية تارة هذه الشخصيات على مستوى خط الإصلاح أو على مستوى خط الإنحراف دراسة نفسية هذه الشخصية القرآنية تختص بها الدراسات النفسية وهذا أيضا غير منظور في بحثنا هذا نحن نحاول أن نعطي منهجا لكيفية دراسة الشخصية القرآنية ومن زاوية أخرى يركز الباحث القرآني دراسته حول العلاقات التي تربط الشخصيات القرآنية أيضا بطرفيها الطرف الإصلاحي أو الطرف الإنحرافي هذه العلاقات سواء كانت علاقات قريبة أي علاقات الشخص الذي ذكر في القرآن الكريم مع أقرباءه ومع عائلته ومع عشيرته أو كانت علاقات بعيدة مع مجتمعه هذه الدراسات اهتمت بها الدراسات السياسية ونحن أيضا لن نركز بحثنا في هذا المجال إذن هناك منهج لدراسة الشخصية القرآنية تارة نتناول الشخصية القرآنية من الزاوية الاجتماعية وأخرى من الزاوية النفسية وثالثة من الزاوية السياسية هناك طريق رابع آخر أيضا لدراسة الشخصية القرآنية وهو طريق الوصايا الخالدة التي تركتها تلك الشخصية القرآنية وخصوصا في جانب خط الإصلاح هذه الوصايا ترتبط في كثير منها بالجانب الأخلاقي لدراسة الشخصية القرآنية إذن هذا منهج متكامل لدراسة الشخصيات التي ذكرت في القرآن الكريم المنهج يقول أن كل شخصية ذكرت في القرآن الكريم يمكن تناولها من خلال جوانب متعددة الجانب الاجتماعي، الجانب النفسي، الجانب السياسي، والجانب الأخلاقي نحن في خلال هذه الدقائق سنحاول التركيز على شخصية ذي القرنين من الجانب الأخلاقي ومن جانب الوصايا التي تركها لنا هذا الرجل العظيم وأصبحت مدوية إلى يوم القيامة هذه الوصايا الخالدة التي ذكرها هذا الرجل ندرسها من خلال ما تركه لنا من أقوال ومن خلال ما تركه لنا من أفعال صامتة تحدثت أو تضمنت عن أقوال وإن كانت هذه الأقوال ارتكازية تضمنتها تلك الأفعال الصامتة نحن قبل أن ندخل في شخصية ذي القرنين لابد أيضا أن نفهرس مجموعة من البحوث التي ترتبط بهذه الشخصية القرآنية هناك مجموعة من البحوث ترتبط بشخصية ذي القرنين منها البحث الأول هل أن هذا الرجل هو نبي أم رجل صالح البحث الثاني الظروف الموضوعية التي أحاطت بهذا الرجل البحث الثالث كيفية بناء للسد البحث الرابع علاقته بالأقوام وعلاقته بالمجتمع وكيفية بناء هذه الدولة الكبيرة التي كان يسمى بها بذي القرنين إشارة إلى أنه ملك قرني الشمس بين المشرق والمغرب هذه البحوث لا نستطيع بهذه الدقائق أن نركز عليها إذن نحن هنا بينا منهج لدراسة الشخصية القرآنية هذا المنهج يتناول هذه الشخصية القرآنية من زوايا مختلفة حددنا الزاوية التي سوف ننطلق منها لدراسة شخصية ذي القرنين ترجمة نانسي قنقر عن ذي القرنين عليه السلام قال بعدما سأل شيخا قد انصرف من صلاته كيف لم يروعك ما حضرك من جنودي قال كنت أناجي من هو أكثر جنودا منك وأعز سلطانا وأشد قوة بالنسبة للوصايا الخالدة التي تركها هذا الرجل العظيم الذي تحدث عنه القرآن الكريم كان يوما من الأيام يمر هو وجنوده على شيخ يصلي فلم يهتم ذلك الشيخ إلى جنود ذي القرنين وإلى هذه الهالة التي جاء بها هذا الرجل لم يهتم به استمر في صلاته عندما انتهى من صلاته انفتل من صلاته أشار إليه ذي القرنين تحدث معه قال له ألم يروعك ما حضرك من جنودي فالتفت إليه هذا الرجل قال له كنت أناجي من هو أشد منك قوة وأكثر منك جنودا وأعز سلطانا وأضاف إضافة مهمة جدا في هذا المجال قال له ولو صرفت وجهي إليك لما أدركت حاجتي قبله فقال له ذي القرنين طبعا هذه القصة فيها دروس وفيها وصايا خالدة سوف نقف عليها واحدة واحدة فقال له ذي القرنين هل لك أن تنطلق معي فأواسيك بنفسي وأستعين بك على بعض أمري فقال له هذا الرجل إن ضمنت لي أربعة خصال فأنا سوف آتي معك ما هذه الخصال أولا نعيما لا يزول ثانيا صحة لا مرض فيها ثالثا حياة لا موت فيها ورابعا شبابا لا هرم فيه التفت إليه ذي القرنين وقال له وهل يستطيع مخلوق أن يحقق هذه الأمور فقال له هذا الرجل أنا مع من يحقق لي ذلك هذه المحاورة الرائعة التي حدثت بين ذي القرنين وبين هذا الشخص أنبأت وتحدثت عن وصايا كثيرة ودروس وعبر هذه الوصايا وهذه الدروس نحاول أن نركز عليها بشكل مختصر أما بالنسبة للدرس الأول نحن نعلم أن الصلاة بهذه الخصوصيات الموجودة اليوم وبهذه الأعمال من الركوع والسجود وما شابه ذلك هي من الأعمال المختصة برسالة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وإلا الصلاة لغة معناها الدعاء هذه المحاورة تشير إلى أن الصلاة استمرت منذ أن خلق الله على هذه الأرض الخليفة وإلى يوم القيامة سوف تستمر وفي بعض الأحاديث عندما تتحدث أن الصلاة عمود الدين هذه الصلاة تبقى مستمرة وأشارت هذه المحاورة الرائعة إلى هذه المفردة ومما يشير أيضا من خلال هذه المحاورة إلى أن الصلاة كان لها طقوس خاصة حتى في زمن ذي القرنين هذا الدرس الأول يركز على أهمية الصلاة وأراد ذو القرنين أن يستنطق من خلال هذه المحاورة هذه الأهمية لهذه الفريضة العبادية أضف إلى ذلك أشار ذو القرنين إلى مسألة مهمة عندما سأل الرجل كيف لم يروعك ما حضرك من جنودي فأجابه هذا الرجل كنت أناجي من هو أكثر جنودا منك وأعز سلطانا وأشد قوة مما يشير إلى أن هذا الرجل كان مع الله تعالى كان يصلي بمنتهى الانقطاع خصوصا وأنه ذكر مفردة مهمة في هذه المحادثة وهي ولو صرفت وجهي إليك لما أدركت حاجتي قبله مما يشير إلى أن الإنسان عندما يتوجه في صلاته لا بد أن يتوجه بكامل الانقطاع إلى الله تعالى الدرس الثاني والذي يعتبر أيضا وصية خالدة لذي القرنين هذا الدرس موجه إلى القيادات السياسية موجه إلى الحكام موجه نصيحة إلى الملوك والحكام التي تحكم هذه الشعوب تلاحظ أن ذي القرنين طلب من هذا الرجل أن يصحبه في هذه المهمة يصحبه قال له هل لك أن تنطلق معي فأواسيك بنفسي وأستعين بك على بعض أمري هذه المواسات التي طلبها أو التي طلبها منه ذو القرنين أراد أن يواكب هذا الرجل أراد أن يستنصحه في أعماله فهذا درس إلى الحكام أن يستنصحوا من هو مع الله تعالى وأن لا يسيروا مع المتملقين وأن لا يقربوا إلى دوائرهم الخاصة أولئك الذين لا يهتمون إلا بمصالحهم الشخصية الدرس الثالث الذي يمكن استكشافه من هذه المحاورة ومن خلال هذه المحاورة التي أراد ذو القرنين أن يبرزها لنا هي حالة العجز الكامل للمخلوق أمام الخالق هناك حالة عجز كامل للمخلوق أمام الخالق أراد أن يبينها من خلال هذه الأمور الأربعة التي طلبها منه ذلك الرجل فقال له نعيما لا يزول وشبابا لا هرم فيه وحياة لا موت فيها وصحة لا سقم فيها فهذه المحاورة تضمنت هذه الدروس وهذه الوصايا الخالدة المهمة وهناك وصية خالدة أخرى لهذا الرجل أراد أن يبرزها من خلال الأعمال والأفعال الصامتة هناك فعل صامت يتضمن مجموعة من الوصايا الخالدة الارتكازية الموجودة في نفس هذا الفعل هذه الوصية الخالدة تحدثت عنها رواية جاءت من قبل ذو القرنين يقول أنه مر يوما بشيخ وهو يقلب جماجم الموتى فوقف عليه فقال له لأي شيء تفعل ذلك لماذا تفعل هذا الفعل فأشار له هذا الرجل لكي أعرف الشريف من الوضيع ولكي أعرف الغنية من الفقير وإني لأقلبها منذ عشرين عاما فلم أتوصل إلى هذه المعرفة التفت إليه ذو القرنين وأشار إليه بأنك لم تقصد إلا إياي في هذا يريد أن يشير هذا الرجل بهذه المحاورة الرائعة التي تحدث عنها إلى أن الإنسان يتكون من شيئين يتكون من الطين ومن التراب ويتكون من النفحة الإلهية الخالدة ولهذا أن الله تبارك وتعالى عندما مدح نفسه على تلك المرحلة الأخيرة التي قال فيها ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فالمراحل التي مرت بها خلقة الإنسان مراحل متعددة نطفة علقة مضغة وهكذا مراحل هذه كلها المراحل مراحل طينية مرت بها خلقة الإنسان إلى أن توصلت إلى المرحلة الأخيرة التي أشار الله فيها تعالى بالقول ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين طبعا لكل مرحلة من هذه المراحل صفات خاصة بها الطين والتراب له صفات خاصة به والنفحة الإلهية لها صفات خاصة بها في هذه المحاورة الرائعة التي حدثت بين ذي القرنين وبين هذا الرجل أراد أن يركز هذا الرجل وأراد أيضا ذي القرنين أن يبرز هذه الوصايا الخالدة التي ارتكزت وتضمنت في هذه المحاورة من خلال التمييز بين هذه المرحلتين مرحلة الخلقة الطينية ومرحلة النفحة الإلهية فعلى الإنسان أن يتواضع وعلى الإنسان أن يتسامح وعلى الإنسان أن يترك التكبر ويترك الحقد ويترك الكراهية لأن كل هذه الأمور هي عبارة عن مميزات وصفات خاصة إلى تلك الخلقة الطينية وإلى تلك المرحلة الأولى التي خلق منها البشر وهي مرحلة التراب أما المرحلة الثانية وهي مرحلة الروح هذه المرحلة فيها من التواضع فيها من المحبة فيها من التسامح هذه الصفات هي التي يجب أن تعلو فبعض الناس تعلو به تلك النفحة الإلهية على الصفة الطينية والتراب ويتتحقق أيضا الفائدة والهدف من خلقته وبعض الناس للأسف يتثاقل إلى الأرض وتتغلب الصفات الترابية لديه على الصفات الروحية فهذه وصية خالدة أراد ذي القرنين أن يبرزها لنا في هذه المحاورة هناك دروس ووصايا متعددة في المحاورات التي حدثت مع ذي القرنين نحن لا نريد أن تركيز عليها بشكل تفصيلي في هذه الدقائق القليلة قصة أخرى لهذا الرجل أنه مر يوما بقوم هؤلاء القوم وجد عندهم صفات هذه الصفات تعجب منها هذا الرجل صفات أولا أنهم يدفنون أمواتهم بالقرب من بيوتهم يدفنون أمواتهم بالقرب من بيوتهم ثانيا أنهم لا يحكمون من قبل سلطان ثالثا أن ليس لبيوتهم أبواب فسألهم ذي القرنين عن ذلك قالوا أما أنه ليس لدينا حكام لأننا لا نتظالم فيما بيننا لا يوجد منا من يظلم أخيه وهذه وصية خالدة للحكام أن فائدة وجود الحاكم هو رفع الظلم عن الناس هذه الفائدة الأساسية لوجود الحاكم أن يرفع الظلم عن الناس وللأسف الشديد اليوم الظلم الذي يتوجه إلى الناس هو من طريق الحاكم وهذه مشكلة كبيرة تحدث في مجتمعاتنا هذا اليوم أما بالنسبة إلى قولهم أنهم يدفنون أمواتهم عند بيوتهم لأننا نريد أن نتذكر الموت وتذكر الموت من المسائل التي ركز عليها الأنبياء وركز عليها الأولياء الرسول صلى الله عليه وآله يقول اذكروا الموت وكونوا من الله على حذر هذه أيضا وصية أخرى خالدة تضمنتها تلك الرواية كذلك الصفة الثالثة وهي صفة أن ليس لبيوتهم أبواب هذه وصية أيضا للمجتمعات هذه المجتمعات عليها أن تتعاون وتتكافل فيما بينها لغرض دفع الظلم اللص لأنهم قالوا لذي القرنين قالوا لأن لا يوجد بيننا من هو لص حتى تكون لبيوتنا أبواب فاللص ليس هو من يسطو ويسرق من البيت اللص كل من يعتدي على الآخرين سواء كانت هذه الاعتداءات مادية على أموال الناس أو كانت هذه الاعتداءات معنوية على أعراض الناس فكل من يعتدي هو لص وبالنتيجة هذه وصية للمجتمعات بأن تتكافل فيما بينها بأن تتواصل فيما بينها بأن تتراحم فيما بينها وتقف بوجه كل من يريد أن يسرق الوجودات المعنوية والمادية لهذه الشعوب ولهذه المجتمعات ولهذا على المجتمعات أن تتكافل النظام الإسلامي يقال أنه ركز على منظومتين في المراقبة منظومة داخلية وهو الضمير ومنظومة خارجية وهو القانون ولهذا يقال أن النظام الإسلامي يحقق العدالة أما الأنظمة الأخرى تتجه باتجاه العدل بالإضافة إلى أن الإسلام يحقق العدل يهدف إلى تحقيق العدالة والعدالة أوسع وأكثر شمولا من العدل نفسه باعتبار أن هناك منظومتين أخلاقيتين ومنظومتين رقابيتين يفعلها الإسلام منظومة الضمير والواعز الداخلي ومنظومة القانون الخارجي فالوصايا الخالدة التي أراد ذو القرنين أن يركزها في المجتمع وصايا عديدة وصايا يريد من المجتمع أن تكون فعالة في داخله بالإضافة إلى ذلك من خلال كل هذه الوصايا نجد أن هذا الرجل مع ما ملك من المشرق والمغرب نجده يتفاعل مع المجتمع من دون خوف المجتمع يتحدث معه يأخذ منه ويعطي إليه ينصحه في كثير من الحالات هذا الرجل الذي قال له كنت أناجي من هو أكثر منك جندا وأعز سلطانا وأشد قوة نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يتبعون تلك الوصايا الخالدة ومن الذين يركزون تلك الوصايا في المجتمعات الإسلامية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين من حياة لقمان أن نتق الله تبارك وتعالى ونتوجه إليه في أمورنا طيب النقطة الأخرى ما هي الحكمة التي أوتيها لقمان يذكر المفسرون آراء مختلفة ومعاني كثيرة للحكمة اشتركوا في القناة